من القطاع ينضم إلينا سيد جمال الخضري الرئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار سيد جمال بداية مليون ونصف المليون فلسطيني يعيشون في قطاع غزة تحت مستوى الفقر منهم مليون لاجئ هل لو لم يكن الحصار الإسرائيلي كان الوضع سيكون أفضل في قطاع غزة أم أن هناك أسباب أخرى إلى جانب الحصار الإسرائيلي ربما أدت أو فاقمت هذه الأزمة بكل تأكيد اليوم ندخل في العام الثالث عشر للحصار الإسرائيلي الخانق وهو السبب الأساسي والرئيسي في كل ما نعانيه وتعانيه غزة خاصة قضية ومشكلة الفقر المدقع التي يعاني منها 85% تقريبا من سكان قطاع غزة بيعيشوا تحت خط الفقر بما يعادل مليون ونصف مليون بالتالي الحصار هو يخنق غزة وأحد أسباب هو ارتفاع معدلات الفقر وأيضا أن يبقى الإنسان الفلسطيني فقط يعيش ويكابد الحياة لكي يرى ويحاول كيف يحصل على لقمة عيشه وعلى قوته ويحسن من وضعه وهذا طبعا حتى يبتعد عن القضايا الأساسية التي يريدها في قضايا التحرر وإنهاء الاحتلال ويقام دولة الفلسطينية المستقلة وعاصمة القدس وبالتالي نعمل الضغط على الشعب الفلسطيني وبالتالي أنا أقول بوضوح أن الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة رفع معدلات الفقر والبطالة إلى مستويات خطيرة جدا والبوابة الأساسية والرئيسية التي يمكن من خلالها أن ننفذ إلى تقليل هذه المعدلات المستويات هو رفع الحصار بشكل كامل طبعا الأوضاع الداخلية الفلسطينية لا تأثيرات أخرى لكن التأثير الأكبر والأساسي هو في الحصار المفروض على قطاع غزة طيب هل يغيب قطاع غزة عن أعين المنظمات الدولية لأسباب سياسية ربما وهل هنا عندما نتحدث عن الدول الموقعة على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تستثني ربما غزة أم أنها تقدم بالفعل ما يجب عليها أن تقدمه ولكن المتطلبات غير كافية هو بتأكيد حتى نكون نحن واضحين يعني عند مليون نصف فلسطيني في غزة من ضمنهم مليون لاجئ هم تحت خط الفقر الآن الأونر ووكالة غاوت وتشغيل اللاجئين تقدم مساعدات محدودة لمليون لاجئ طبعا من ناحية صحية غاثية غذائية تعليمية ونصف مليون لاجئ يتلقوا مساعدات من مؤسسات عربية ودولية ومحلية وبالتالي هناك مساعدات تقدم لكنها بحد الأدنى الأدنى المستلزمات كثيرة من الطلبات الحياة تزيد يوم بعد يوم الالتزامات تكثر وبالتالي ما يقدم هو يعني لا يلب الحد الأدنى من المطلوب وهذا يعني عكس طبعا على الأطفال الفلسطينيين في قطاع غزة حيث حوالي 50% من الأطفال الأسرهم تتلقى مساعدات بيعانوا من أمراض عديدة أهمها فقر الدم وبالتالي بسبب نقص الغذاء وعدم كفايته وعدم تنوعه وبالتالي نقول أن المؤسسات تقدم لكن في إطار محدود لا يلبي الحاجة الأساسية والرئيسية لكن ما نطمح إليه هو أن ينتهي الحصار وأن يعتمد شعبنا على نفسه وبدل من أن تعطيني زمك أعلمني كيف أصطر طيب في ظل هذه الأوضاع القاسية التي يعيشها أبناء غزة في ظل الحصار الإسرائيلي دور دعم المشروعات التنموية التي توفر أيدينا عاملة للقضاء على البطالة التي تصل إلى 65% من مجموع سكان قطاع غزة بالتأكيد في حال رفع الحصار عن قطاع غزة وتواصلت الضفة الغربية مع قطاع غزة عبر الممر الآمن وفتحت الحدود وبدأت تقام مشروعات تنموية في قطاع غزة تستوعب العمال والفنيين والمهندسين هذا سيكون له تأثير إيجابي على الانتهاء من هذه الحالة الكارثية والخطيرة التي يعاني منها قطاع غزة في ظل هذه الأوضاع بالارتفاع الحاد لمعدلات الفقر والبطالة وسندخل في مرحة على الأقل وقف النزيف وبداية التحسن لهذه المعدلات حيث أن الاقتصاد الفلسطيني اليوم في قطاع غزة منهار بشكل كامل هناك مئات المحال التجارية والمصانع والورش تغلق أبوابها بشكل يومي بسبب الحصار إذا انتهى الحصار وبدأنا في هذه المشروعات ستعود هذه المحال وهذه الورش وهذه المصانع هذه الأمور لا نستطيع أن نحصرها بوقت قريب سيد الفاضل ولكن في ظل تحضيرات الأمم المتحدة بأن القطاع لن يصبح قادرا أو قابلا للحياة العام الماضي ونحن نتحدث عن كوارث إنسانية في ظل الفقر المتقع بحلول عام 2030 ولكن الآن العام القادم العام القادم نعم أنا أتحدث عن العام القادم بالنسبة لوضع قطاع غزة فما المطلوب لإنقاذ القطاع يعني ماذا تعني هذه الكلمة بالفعل من ترجمة على الأرض ومخاطرها شوف نحن قلنا بشكل واضح الأمم المتحدة تحذر ونقول هذا التحذير غير كافي عندما تصل الأمم المتحدة إلى أن العام القادم قطاع غزة لن يكون قابلا للحياة إلا إذا تم علاج المشاكل الأسية والرئيسية الإنسانية فيه وبالتالي هي تتحمل مسؤولية العمل الجاد والدأوب واليوم هو اليوم يعني الدولي للقضاء على الفقر وأعتقد أن هذا مناسب أن يكون الأمم المتحدة دور واضح بالإعلان عن أنها ستنهي حارة الفقر المدقع التي يعيش أقطاع غزة قبل أن يحل العام القادم حتى لا نصل إلى هذه المرحلة شكرا جزيلا لك سيد جمال الخضر رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار الإسرائيلي كنت معنا من قطاع غزة شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك